كثير من رواد قرز القدم والمتابعين لها يتابعون حالة اللاعب الشهير كريستيانو روناندو هذا اللاعب بعضنات يقول تراجع مستواه إلى درجة أنه أصبح الاعتزال منه قريب لكن صدرت بعض التقارير وبعض الصحفيين تكلموا في سبب محاصرة اللاعب كريستيانو روناندو إلى درجة أنه أصبح يلعب بدون تفكير بدون عقل ما هو السبب ولماذا هذه المحاصرة لهذا النجم الذي يعتبر النجم رقم واحد في وسائل التواصل الاجتماعي في سبوك التي اكتبت لغيرها لا انستغرام السبب هو شارة المثليين لما رفض كريستيانو روناندو دعم الحملة التي قامت بها أوروبا في مجموعة من الدوريات وخصوصا الدوري الإنجليزي ورفض ارتداء الشارة وتعلل بمرض في المباريات التي كانت فيها أعلام المثليين ورفض أن يرتدي شارة القيادة في مباراة من المباريات هذه التصرفات وانسحابه من دعم المثليين وموقفه ضد هذه الظاهرة الشنيعة سببت له غضبا من مجموعة من الجهات في أوروبا حيث قاموا بمحاصرته وقاموا بتكتير الضغط عليه لدرجة أنه أصبح يلعب بدون عقل بدون تفكير إلى درجة أن برتغال التي رئيسها وحكامها وشعبها كذا يقدس كريستانو إلى درجة الجنون وصنع له تماثيل تتفاجأ بأن المونديال الذي قد يكون الأخير لكريستانو روناندو تسحب صورة لاعب النجم من مونديال قطر وتوضع صورة نجم آخر وهذه صدمة غريبة عجيبة يعني البعض الأندية في أوروبا تفعل هذا لأنه ليس ابن بلدها لكن برتغال أتى بكأس كانت تحلم به البرتغال وحقق على نجومية عالمية بسبب اسمه وبسبب شهرته تعاملوا بهذا التعامل الشاهد من هذا وقد يعني حتى رياض محرز يعني يتعرض إلى شيء من هذا عندما فات بالدور الإنجليزي ورفع على فلسطين هي قطية تصفية حسابات إما معنا وإما ضدنا مهما كانت رتبتك مهما كانت مكانتك مهما كان مقامك سنحاربك سنحاربك إنهم أناس يتطهرون لكي تعلموا أن نظرية المؤامرة نظرية قائمة وتصهر عليها أياد خفية تحاول تعميم الرديلة على أنها الفضيلة التي ينبغي على العالم أن يفتخر بها عياذا بالله لكن الحق أبلج والباطل لجلج السلام عليكم